العلاقات لابد أن تستمر الزيارات واجبة خلاف مع الكويت لعل الذي وصل بشكل دقيق زيارة الأدنى التي لم تستغرق أكثر من ساعة أو ثلاثة بالضبط ساعة أو ساعة دقيقة للاتفاق على موضوع الاتفاق نبوب النفط سيد أقول نبوب النفط هذا اللي يسمى بصر عقبة بصر أي شيء آخر ما الصور هذا ينجز هو يتفق عليه أو يستكمل بساعة أو سبع طعش دقيقة المتحقق عندي الزيارة كانت بعنوان أول وأساس هو استرداد الأموال المهربة وأن علاقات العراق مع هذه الدول سيكون بموجب الاتزامها وتعاونه في استرداد هذه الأموال نعم نقطة أسطر استرداد نعم هناك أموال مصلة للأموال مهربات الأردن وغير الأردن حسن طلقنا بالأردن هذه تسترد على الأردن أن يتعاون نعم أرقام مهولة سيد هاشر أرقام تذكر أكثر من ستين مليار دولار في الأردن ما بها اتفاقية على الأموال بالنفط أنا أقول أنا قلت بالدقة أولا هذه الاتفاقية هي قديمة ليست جديدة نعم بس استكمال استكمال لحكومة الكاظر لم يدد لا في البيانات الأردنية ولا في البيانات العراقية الحكومية أي ذكر لهذا الشيء نعم هذا الأمر أموال نفط به إشكاليات وبه تفرعات وفيه أمور كثيرة وأيضا هو يدخل في خانة المساعي التي كانت تذهب لها نعم زيارة الكويت والتي كانت مرفوضة زيارة الكويت اليوم بالنتيجة مع الكويت نعم عدنا عدنا مشاكل وعدنا شكاليات نعم وعدنا اختلافات نعم مالوا علينا عندما كان المجتمع الدولي معهم بشكل كبير جدا فبالتالي ولا زالت الكويت بالنتيجة إلا ربما بالملمس الناعم لكن بسياسة خشنة جدا هذه رات الصحة نعم الآن الأمور التي كانت في السابق بوفود أصغر من رئيس الوزراء تسببت بإشكاليات نعم تتسببت بحالات عدم رضي أنا أقول هذه الزيارات لربما تؤسس إلى مبادئ أساسية في مرحلة التعاون مختلفة نعم هذا لابد أن يستثمر ولابد أيضا أن يوضع في ميزان محاسبة الحكومة ومحاسبة رئيس الوزراء رئيس الوزراء يأتي بظل إجماع برزماني اليوم هو عنده 182 نائب تلاب دولة الدولة 182 نائب أيضا هو اختير بالإجماع من قبل يعني طابق سيد محمد نعناع التلام لا لا هذه الأساسية كل هذه المقومات اللي عنده يعني وإيده مبسوطة لا لا إيده مبسوطة لا زاله هو لا يشكو من تدخل في عمله الأمر الآخر هو جاء في استقرار أمني تقريبا استقرار أمني لا يتلل الأوضاع كما كان في السابق الأمر الآخر هناك وفرة مالية هذه كلها لا بد أن تستثمر في عوام النجاح الخطوات الآن خطوات جيدة نعم لم نجد شيئا ستراتيجيا لأنها فترة قصيرة لكن لا بد أن نؤشر نوع من الرضا خطوة الأولى بكشف الذمة المالية هذا أمر جيد جدا أمر جيد أنه تذهب الحكومة يكشف ذمتها المالية حتى لا يجينا وزير بعد فترة يصبح عنده مليارات الآن الأمور على الأقل تكون مكشوفة على الأقل